ازاي يوكم النهاردة هنعمل اجنحة بالمكرمية زي اللي في الفيديو هنحتاج خيط في الاول اتنين متر هنقسمه بالنص وبعد كيه نربطه قدام الخشبة ونمسك كل طرف الطرف اليمين هنربطه على الخشبة من جنب اليمين والطرف الشمال من الجنب الشمال هنمسك الخيط اليمين وهنلفه حوالين الخشبة من قدامه وبعد كده هنلفه من ورا وندخله في النص وبنفس الطريقة هنربط الخيط اللي من ناحية الشمال بعد كده هنحط 10 خيوط في كل جنب هنحتاج 20 خيط كل جنبها هاخد 10 خيوط كل خيط اتنين متر هنربطه بنفس الطريقة اللي ربطناه على الخشبة همهنربطه بنفس الطريقة هنربطه بنفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر هنحط عشرة تاني الجنب التاني وبعد كده هنبدأ نمسك طرف كل خيط نمسك طرف خيط من كل جنب ونربط عليه كل الخيوط بنفس ترتيب الخيوط اللي احنا حطناها طبعا كل خيط بنقسمه نصفين فكده في كل جنب عندي عشرين خيط هربط التسعة عشر خيط على اول خيط انا مسكته مش بسيب مسافة خالص ما بين كل خيط والتاني كل خيط بيتربط مرتين وبفضل مسك الخيط الاولاني وبربط عليه البقين كلهم لحد ما بوصل لاخر خيط بالاخر خالص بعمل زي شكل صف بالخيط ومش هسيب مسافة ما بين الرابط اللي انا رابطتها اه بالخيوط وبين اول صف انا بعقده ونفس اللي انا عملته في الجنب الشمال هعمله في الجنب اليمين همسك طرف الخيط اللي في النص الاول وهربط عليه كل الخيوط اللي جنبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما بخلص الجنب اليمين والشمال برجع تاني امسك طرف الخيط الاول اللي في النص من الجنب الشمال وبعمل صف تاني زي اللي انا عملته بس المراضي هيكون نازل لتحت شوية واخد جرفل تحت علشان يطلع شكل الجنح مضبوط بابدأ كل ما بربط بسيب مسافة بابدأ مسام بواحد سانتي بعد كده 2 سانتي بعد كده اكتر واكتر لحد ما اوصل لاخر خيط من اللي انا بربطه وطبعا من نفس اللي انا بعمله في الجنب الشمال بعمله في الجنب اليمين انا بعمله في الجنب الشمال بخشريك بخشه بخشر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة